طيب الاجتماع الثالث اللي الرئيس عقد وبرضو النهاردة كان مع طارق عامر محافظ البنك المركزي وحضروا من مساعديه جمال نجم ولبنهلال نائبة محافظ البنك المركزي في الاجتماع ده الرئيس الحقيقة وجه طارق عامر ومساعديه إلى ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج الاقتصادي برنامج الإصلاحات الاقتصادية اللي الحقيقة مصر قطعت شوت كبير جدا فيها وأثبت الشعب المصري أنه يعني على قدر المسئولي لأننا أقول لحضراتكم حقيقة يعني وباعتراف الرئيس في كل المحافظ سواء داخلية أو خارجية يشيد بأن هذا أو يؤكد ويوسق وهذا للتاريخ أنه لو لا صمود الشعب المصري وتحمله وإدراكه ووعيه بأهمية أن يتحمل ما كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أن ينجح يعني الحكومة فكرت خططت بدأت تنفذ لقيت شعب متجاوب مع ده احنا بنشكي شوية بنقول شوية يعني زي ما بيقولوا كده بنفطفض عن نفسنا شوية لكن أنت مدرك أن دورك دورك لا يقل أهمية في خروج البلد من مأزقها ما يقلش أبدا عن اللي بيحقرب على الجبهة وما يقلش أبدا عن اللي واقف في الشارع من رجالة الشرطة بيأمنوا البلد وما يقلش أبدا عن أي حد في الحكومة بيشتغل وبيواصل ليل بالنهار كلنا في مركب واحدة حقيقة أنا أثبت هذه الصيغة التي تفرد يتفرد بها عبدالفتاح السيسي في إدارة الأمور وهو يتابع يوم بيوم ما يحدث في مصر مش سيبين المسألة للصدفة المشروع ده هيعد قد إيه هننجيزه في ست شهور نيجي بعد ست شهور نقول إيه اللي حصل فنلاقي في حاجات ما حصلتش لا هو بيقسم الشغل لمراحل وكل مرحلة يبدأ يحاسب ويشوف ويدقق ويراجع بحيث إن إحنا لو في خطأ نلحقه بدري فكان مهم لأنه يعني أنا أعتقد إن إحنا لقطين المسألة دي من بدري وأطلقنا عليها اجتماعات متابعة الإنجاز